ولليوم الثاني اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال لأداء تقوس تلمودية واقتحم أكثر من 700 مستوطن ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم تحت حراسة عناصر شرطة الاحتلال حركة حماس وصفت أعلان سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في وجه المصلين بذريعة الأعياد اليهودية بالانتهاك الفاضح لحرمة المسجد ولحق العبادة فيه وفي بيان أكدت الحركة أن هذا الإجراء الباطل لن يعطي أي شرعية للاحتلال على أرض فلسطين ومقدساتها ولن يفلح في تثبيت وشرعنة الأمر الواقع المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية حماس طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقودها حكومة المتطرفين ودعت الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة إلى مواصلة التصدي لهذه الإجراءات العدوانية